لا بد أن تكون فكرة العدل هي الفكرة المركزية اللي يتمحور عليها كل البنية المصرية لأنه لما تتأمل تاريخ مصر لحظاك ذكرته ده بتاع الدولة المركزية والنهر الدولة المركزية ليه لأنها تبقى عادلة في توزيع المياه بزبط يعني المياه النهاردة الراجل بيفتح البتاع ده والنهاردة كل واحد ياخد نصيبه من المياه وبعدين يقفل ويروح لحتة تانية نظام عادل نظام عادل وطلع المصر القديم الفلاح الفصيح راح للحاكم وقال له القصيدة بتاعت الفلاح الفصيح كلها كلام عن العادل وقال له اعدل الميزان اعمل كذا بينصحه ويقول له اعمل كذا اعمل كذا وكان الإنسان المصر البسيط القديم اللي كان بيتكلم ده ما كانش ليه حرية اللي موجودة دلوقتي ولا كان اي حاجة ده كان إنسان كده غلبان بيشتغل في الارض وكانت الدولة كلها موجودة في الفراعنة دول اللي هم ورجال الدين اللي معهم هم اللي مسكين كل زمام الأمور ومع ذلك راح له الراجل وقال له اعدل وكذا فانا عندي فكرة انا طرحتها من زمان ومدلت ومتمسك بها أنه يبقى فيه في بناء الأمة المصرية في فكرة أنه تبقى فيه فكرة فكرة العادل فكرة الشفافية فكرة النزاهة كده افكار كتيرة جدا وكانوا دايما الفلسفة منذ القدم يقولون أنه أن قيمة العادل هي أم الفضائل لأنه العادل معناه أنه أنت في النص والميدان هنا لا ينزل كده لا يبقى فيه إفراط ولا تفريط فالعدل هو الذي يقيم دائما وتتفرع منها قيم تفضل تنزل لغاية ما توصل إلى الشارع الرجل البسيط وإحنا بننفذ بقى القيمة دي القيمة المركزية دي ينسك حولها كل القوانين وتنسك حولها وتبقى قيمة مركزية في كل سبل الحوكمة اللي موجودة يعني مثلا على مستوى القارية ما يجيش مثلا الراجل بتاع المجلس المحلي يخلي ناس يفضل ناس عن ناس أو إحنا بنمنح وظائف معينة بنعمل توظيف لفئة معينة من الناس لفئة معينة من الناس وفيه واحد جدارة ولذلك أنا لما كتبت عن الجمهورية الجديدة أنا كتبت يمكن أربع خمس مقالات عن موضوع الجمهورية الجديدة فكتبت أنه أحد الحاجات الأساسية اللي يجب أنها تبقى القيم المركزية بتاعيتها مع العدل يبقى فيها مفهوم الجدارة أنك لا تمنح الفرصة إلا عن جدارة بمعنى وأنا على يقين مني فخامة الرئيس بؤمن بهذا الكلام وهو يريد أن يطبقه وخطاباته حتى نفتها يقول أنا ما عنديش وسطة ولا عندي كلام ولا أعدي حدا واللي بيعمل حركة بسيطة كده ضد يعتبرها فساد فأنا شايف يعني ممكن جدا أنه إحنا نبلور مجموعة من يبقى فيه في فكرنا ولذلك أنا قد أتمنى أن يبقى فيه وثيقة تطلع كتاب صغير وثيقة مطروحة لما نطلق عليه الجمهورية الجديدة يبقى فيها المبادئ الحاكمة ويبقى فيها أولويات العمل لأنه أنت لما حدك تمسك المخاطر اللي مرت بها مطر تجد السكان هتجد أنه الاقتصاد هيبقى أولوية أولى لأنه مش هلعشان بتاعك تمحها أجيب لك القيم الأول لا أجيب لك الاقتصاد الأول لأنه أنت عندك كمية طاقة رهيبة جدا من البشر كمية كبيرة جدا من الناس أنت بحتاج توفر لهم فرص عمل بحتاج أن أنت تتبورها ومحتاجين لأنه التكيف مع البيئة أو التكيف مع الحياة هو العيش وحماية الجسد ده من أنه يموت هو أول حاجة وظيفة في تكوين المجتمع أجل أنت بحاجة وظيفة أجل أنت بحاجة وظيفة